السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم درس جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد انك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات ليصلكم كل يوم فيديو جديد باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام where you في اللغة الانجليزية لدينا اربع استخدامات where you في اللغة الانجليزية تابع معي نهاية الفيديو نتكلم فيها عن هذه الاستخدامات الاربعة بشكل سهل وبسيط اول استخدام where you يأتي بعدها صفة where you hungry علامة استفهام فقط where you hungry هل كنت جاء where you thirsty هل كنت عطشان where you sad هل كنت حزين where you happy هل كنت سعيد اذا بعد where you نستخدم كلمة واحدة تكون صفة صفة يعني ميزة نصف بها شخص ما او شيء ما where you hungry where you thirsty where you sad where you happy نعرف هنغري جاء نحفظها thirsty عطشان ساد حزين هابي سعيد وانترجم where you هل كنت اذا كلم مذكر where you هل كنت where you هل كنتما where you هل كنتنا where you هل كنتم يعني انتم لانه يوني عرفها انها خمس ترجمات انت انتي انتما انتم انتنا اذا اخاطب شخص مقابلي where you هل كنت اذا ترجم where you هل كنت هل كنت جاء هل كنت عطشان هل كنت حزين هل كنت سعيد where you hungry where you thirsty where you sad where you happy اذا اول استخدام بعد where you نستخدم adjective اذا صفة اذا adjective صفة لنصف بها شخص ما الاستخدام الثاني where you يأتي بعدها اسم where you a teacher يعني هل كنت معلم where you a student هل كنت طالب where you a pilot اذا هل كنت طيار where you a driver هل كنت سائق where you a nurse هل كنت ممرض where you a doctor هل كنت طبيب وهكذا اذا where you يأتي بعدها اسم اللحظة استخدمنا a لا نقول where you teacher اذا نضع a teacher اذا نضع a اداة التنكير يعني معلم يعني معلم نكرة هل هو معلم رياضيات انجليزي غير معروف هل انت طالب مثلا ابتدائي ثانوي جامعي اذا يستخدمون a قبل الاسم رح نتكلم بشكل مفصل عن استخدام a في اللغة الانجليزية اذا teacher معلم student طالب pilot طيار driver ساق nurse ممرض او ممرضة دكتور طبيب او طبيبة اذا where you بعدها اسم where you a teacher where you a student where you a pilot where you a driver where you a nurse where you a doctor اذا اذا نترجمها هل كنت ونستخدم الاسم اذا الاستخدام الاول يأتي صفة بعدها الاستخدام الثاني يأتي بعدها اسم الاستخدام الثالث ل where you يأتي بعدها فعل مضاف له ing where you going الفعل go ضفنا له ing where you going هل كنت ذاهب where you studying هل كنت تدرس where you playing نعرف play نضيف ing where you playing هل كنت تلعب where you eating هل كنت تأكل where you drinking هل كنت تشرب اذا نحفظ بعد where you يأتي الفعل وضاف له ing يعني اصلا للافعال هذي go study play eat drink نحفظ go يذهب study يدرس play يلعب eat يأكل drink يشرب لكن فقط نضيف ing يصبح نسمي ماضي مستمر يعني past continuous اذا ماضي مستمر يعني فعل كان مستمر في لحظة من الماضي where you going where you studying where you playing where you eating where you drinking اذا جميعها بزمن past continuous ماضي مستمر يعني فعل كان يحدث في نقطة ما من الماضي اذا الاستخدام الثالث بعد where you يأتي فعل مضاف له ing ايضا الاستخدام الثالث لي where you يأتي بعدها فعل بالتصرف الثالث يعني الشكل الثالث للفعل مثل عندنا الفعل teach يعلم او يدرس taught علم او درس ايضا الشكل الثالث للفعل taught where you taught هل علمت where you hit هل ضربت are you taken ان اذا هل اخذت اذا عندنا الفعل teach يعلم الماضي منها او تصرف taught hit يضرب ايضا شكل الثالث نفسه hit عندنا take يأخذ took اخذ taken اذا where you الاستخدام الرابع لها يأتي بعدها فعل بالتصريف الثالث اذا نسميه past participle يعني فعل بالتصريف الثالث او الشكل الثالث للفعل where you taught هل علمت where you hit هل ضربت where you taken هل اخذت اذا كما قلنا لدينا اربع استخدامات where you where you ready هل كنت جاهز يعني يأتي بعدها صفة where you a student هل كنت طالب يأتي بعدها اسم where you driving يأتي بعدها فعل مضاف له ing يعني زمن ماضي مستمر where you hit فعل بالتصريف الثالث والشكل الثالث الفعل اذا نسميه مبني للمجهول اثناء الاجابة جميعها استخدم بعدها i was لماذا لانه where you هل كنت انت الاجابة لا اقول you الاجابة i why نستخدم معها was yes i was نعم كنت no i wasn't كلا لم اكن wasn't هي اقتصار was not where you كما قلنا yes i was no i wasn't where you driving yes i was no i wasn't where you hit yes i was no i wasn't اذا هذا الشكل جميعها نفس الاجابة yes i was no i wasn't لماذا لانه انت الاجابة انا انا اي ويتاخذ was were you ready yes i was where you where you driving هل كنت تقود yes i was نعم كنت اقود where you hit هل ضربت yes i was نعم ضربت اذا 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 تكلمنا عن الاستخدامات الاربعة الاربعة where you اول استخدام يأتي بعدها adjective صفة الاستخدام الثاني يأتي بعدها اسم الاستخدام الثالث فعل مضاف لغة ing نسمي past continuous يعني ماضي مستمر past progressive اذا ماضي مستمر الاستخدام الاخير بيكون عندنا past passive اذا ماضي مبني للمجهول اذا اربع استخدامات يجب ان يتعلمهم بشكل مفصل لكي يستطيع ان استخدمهم في اللغة الانجليزية المحكية والمكتوبة بهذا الشكل انهي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن where you بشكل مفصل وتكلمنا عن الاستخدامات الاربعة لها اتمنى قدمت شي الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته